إلى فترة أسرة تيتشين وخان في تاريخ الصين كانت القافلات الصينية تسافر بعيدا إلى الغرب وتمر بصحراء واسعة في سوريا قبل وصولها إلى الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وكانت مدينة تدمر محطة حتمية تمر بها القافلات كان لدور كبير الطريق الحليلي في إنشاء تدمر والزهارة وتطورها قاموا أهل تدمر بجهود كبيرة في سبيل الحفاظ على هذا الطريق وحمايته وحماية القوافل فأنشأوا المقرات لحماية القوافل على طول الطريق التجاري الدولي أنذاك بالإضافة إلى وجود الخانات فكان يعمل كل أربعين كيلومتر خان هو مسافة مسير الجمال ليوم واحد في مثل تدمر القديم يقال إذا أردت تجارتك أن تصل بسلام فأوضعها لتجار تدمرين طبعا القافل التجارية التدمرية لم تنقل التجارة والتوابل والبهارات والجلود والأملاح وغيرها بل نقلت أيضا مع ثقافات البلد كما التدمرين نقلوا ثقافات البلد بنفس الوقت وأن صدروا كمان ثقافة التدمر إلى الخارج بالتزامن مع تبادل البضاء جلب هذا الطريق الرابط بين الشرق والغرب التبادل والتعلم المتبادل للثقافة والعلم والفكر حيث أصبح فن الحرير الصيني معروفا في العالم أننا الآن في المتحف الوطني بدمشق وتشمل المعروضات هنا شضايا لمنصجات حريرية محفوظة تم الأوثور عليها في التدمر وهي دليل على تسير الحرير الصيني إلى الخاربي عن طريق التدمر قبل ألف سنة رغم أن هذه المنصجات لم تعد كاملة بعد ألف سنة يمكننا تصور مادة جمالها من خلال هذه الأوريق الملاونة وفي ذلك الحين لم يكن الحرير المادة الأكثر إعجابا لدى الأغنية لصنع الملابس فحسب بل كان يعد أيضا عملة صعبة في الأعمال التجارية على طريق الحرير في العصور الوسطى أتقن السوريون فن انتاج منصجات الحرير تدريجيا وأدخلوا الخصائص الفنية السورية إلى أنماط العروق الصينية التقليدية وخلقوا زخرفة حريرية سورية فريدة تسمى البروكار الدمشقي أو البروكار السوري وحصلت على إقبال واسع في أوروبا وغيرها سلة وصل أو أمزة وصلنا بين الصين وإثريقيا وردبات تتم تبادل التجاري داخل دمشق يعني كانت منتجات إثريقيا تحضر إلى دمشق ومنتجات الصين والدول المنجاورة للصين تحضر إلى دمشق ويتمنب تبادل التجاري مما خلق تبادل ثقافي واجتماع عما ينقرب من تسلث إلى نصف سكان دمشق ويتعيش من صناعة الحرير أثر طريق الحرير على جميع الدول التي مرغها فنقل كثير من الثقافات والفنون والقبارات إلى هذه البلاد وأصد منها أفكار جديدة أيضاً كانت سوريا من أوائل الدول العربية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الجديدة قبل 67 عاماً والآن أصبحت الصين ثاني أكبر مستورد تجاري لسوريا وفي مطلع عام 2022 انضمت سوريا رسمياً إلى صفوف دول البناء المشترك للحزام والطريق حيث عزز البلدان التعاون في مجالات مثل بناء البنية التحتية والكهرباء وحقق نتائج إيجابية قبل ألاف السنين كانت الصين والسوريا تتواصل مع بعضها البعض بفضل طريق الحرير القديم رغم مسافتهم البعيدة والآن سيواصل شعباء البلدين تعمق التبادل لتمديد صداقتهما في إطار مبادرة الحزام والطريق ترجمة نانسي قنقر